من جهته أعلن رئيس حكومة أقليم كردستان نيتشيرفان برزاني التأييد لمبادرة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بخصوص عقد اجتماع قال إنه على مستوى عال للاتفاق على كيفية الموضي قدما نحو تشكيل البرلمان والحكومة وقال برزاني في بيانه إن الحزب الديمقراطي الكردستاني والشعب كردستان يسعيان للخروج من الأزمة التي تهدد مجمل العمل السياسي في العراق وأن حزبه يؤيد أي خطوة ومبادرة تسعى الخروج من الحالة السياسية غير المستقرة في العراق والعودة إلى العمل على قاعدة دستور والاحتكام إلى القوانين للمعالجة